مرة أخرى تثبت تعز أن الحرب لم تفقدها روح المدنية والثورة وللمرة الألف تثبت أنها حصن الجمهورية والشرعية وأن أي محاولات لإعادة إنتاج رموز النظام السابق لن تأتي من تعز وأي قوة تنشأ خارج السلطة الشرعية لا مكان لها في هذه المحافظة وفي تاريخ اليمن الحديث عبر كثيرة على هكذا مواقف سجلتها تعز التظاهرة التي رفعت شعار رفض إعادة إنتاج المنظومة القديمة التي كانت شريكا في الانقلاب وقتل اليمنيين حملت إلى جانب الرفض رسائل كثيرة من ضمنها أن حرب اليمنيين وتضحياتهم في مواجهة الانقلاب لن تتحول إلى حرب انتقامية للمخلوع صالح مثلما يسعى طارق عفاش ومن خلفه أطراف إقليمية وأن من شارك في الانقلاب على الجمهورية وارتكب مجازر بحق اليمنيين لا مكان له في المستقبل إلا وراء القطبان المظاهرة الحاشدة التي جابت شوارع المدينة أكدت أيضا أن أهداف وحراك ثورة الحادي عشر من فبراير ما زال قائمين وأن الماضي حتما لا يعود تلك هي سنن التاريخ وقوانين التغيير لكن اللافت في الأمر برمته هو خروج المحافظ أمين محمود وهو الرجل المتواري عن الإعلام ببيان لا مناسبة فيه سوى التزامن مع خروج التظاهرة فالرجل الصامت منذ حين نطق أخيرا وربما أنطق وحين تحدث لم يجد من لذة الحديث وطيبه أكثر من سرد إنجازاته ومشاريعه التي ما زالت خططا على ورق لكن الواضح أن ذلك السرد لم يكن من فراغ فقد جاء مقدمة لرسالة أراد المحافظ إيصالها وربما هي كنه الحديث والظهور المفاجئ علاوة على أنها تكشف أن هناك أشياء وراء الكواليس وإلا فما معنى ظهور الطابور الخامس هكذا دون مقدمات ومتى كانت الدعوات لخروج مظاهرات تهمة وجرما لا ينبغي اقتراثه في السياق ذاته شهدت مدينة التربة مركز مديرية الشميتين في تعز مسيرة مماثلة تطالب بدعم الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة ورفع المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم للحزام الأمني وتواجد طارق صالح وقواته في تعز ترجمة نانسي قنقر